أنا مغترب لدي شركة بأميركا وصالي دقريباً في مضعة سنة بخارج العراق ومن يجا دولة رئيس الوزراء وجهنا القنصلية العراقية بمشيقين دعوة ورحنا حضرنا وقابلنا رئيس الوزراء بمشيقين بديترويت بس المشكلة لدينا نواجهها جيبت آنية مكاين ومعدات من أحدث المكاين بالعالم مثل تخطيط الملائب وقاعة مغلقة ومطابات اشتركت في مؤتمر الإعمار والإنشاء والجماعات السكنية بقرية الدجلة قاعة واحد خمسة بس المشكلة لدينا نواجهها أنه من يقدر نوصل لنلتقي بالوزراء أو مدى نقدر نلتقي كشركات أمريكية أو كذا مدى نقدر نلتقي بالوزراء أو يعني الروتين بالضبط ماكو بوابات الساعدكم إحنا يعني دعوة رئيس الوزراء قال إنه ساعدونا جيبوا الشركات جيبوا المنتجات ما نزلت للميدان أو بعدك؟ ما نزلت للميدان بس ألتقيت بهواية ردت أوصل ألتقي بالكذا جبت عروض طوني ديسكاونت يعني تخفيضات تقريبا بالخمسين بالمئة للتتصدير شركتك مسجلة أمريكية؟ أمريكية طبعا وبالعراق؟ ما عندي شركة ما عندك شركة بقرها أمريكية بقرها أمريكية بقرها أمريكية معنية بشو تحليلها؟ رحت استشارية المحامي ورحت مال استثماء تسجيل الشركات فدروسين كل جدا قاسية روتين كل شي طويل وممل وإحنا جياتنا يعني للعراق حتش تدري يعني مغترب يعني ما عندي وقت إنه أظل ثلاثة شهر أو أربعة شهر بالعراق حتى أسوي لتسجيل شركة أو كذا وأنا جاي يخدم بلد يعني جاي أنقل منتجات والحلول بالموضوع يعني هالمنتجات دائرة كتير فدرال يعني حكومة الشركة تبيع للحكومة زين أنت هسا قاعد تشتغل على الموضوع أمريكي؟ لا أنا بعد اليوم أين أرجع صالي شهر أنت مشوف توقيتك غلط حتى قاعد تشتغل هسا تحديدا؟ تقاعد تسمع الأخبار لو ما تسمعها؟ بالضبط هو هذا الفكرة تجاهد المعدات من أمريكي والناس قابوا على المطاهم قاعد بعض المجاميع الخارج عن قانون؟ هاي تكنولوجيا تفيد البلد يعني تكنولوجيا أحدث ما موجود بالعالم هاي بس هسا راح يتموت بتطبيع؟ هاي تكنولوجيا العراق بحاجتها يعني البلد مالتها بحاجتها توفر وقت وقفر جهد كلها تشتغل على الباتري يعني أوقات عالية زين سؤال بس هل نوضب حس أنت اليوم جبت معداتك وعملك وخبرتك من أمريكا للبغداد وعموم محافظات العراق أنت راح تنفع شبابنا؟ طبعا طبعا هاي التشغل على يدي العاملة بالعراق ما تفيدني أنا أجيب عامل أمريكي يشتغل هنا أجور الفارق الأجور بالعمل بس هاي التكنولوجيا يعني أحدث ما موجود بالعالم قد نقدر نحصلها وننزلها للعراق فلياش حرامات أنه هذا البلد ما يستفيد منه بالعراق أنت أي مقابلة مع أي وزير تفيدك؟ والله حاولته هاي لسان سفري الأحد يعني التقيت رحت رحت وكلت محامي رحت تسجيل الشركات راح سيل راح كذا الروتين جدا قاسي بالعراق يعني ما يساعد أنه أي شركة تأتي من برا تريد تقدم أو تريد تشتغل بالعراق صعب يعني كل الصعب هذا الدنواج حرامات يعني أنه نحن راح نسميك مستثمر عراقي يعاني من الإهمال وعدم وجود حاضنة نعم في العراق صحيح؟ وهاي دعوة للوزراء إذا أكوا مقابلة أو يسمعون منك العروض أو كذا بالله أنا حصلت يعني شركة تجريكة الأمريكية هي متخصصة بتخطيط الملاعب المطارات الخطوط السريعة أحدث ما موجود بالعالم تشتغل كلها على الباتري أو تسلا أو أوقات عالية حاضرين 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 يعني العراقات بحاجتها لا تشتغل على الكهرباء ولا جنريتر ولا كلها تشتغل على الباتري يعني أوقات طويلة كلها الريبورت وتكنولوجيا عالية وكمبيوتر وكذا وبيزر فحرامات إنه العراق ما يحتاجها يحتاجها البلد حاضر حاضر موافق إن شاء الله الله يسلم وأمير يلا شكرا جزيلا الله يسلم شكرا 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 شكرا